السؤال اللي بعد كده بيقول أنا وزوجي انفصان وعايزين نرجع لبعض بس أهله رفضين وهو عامل حساب لأهله وعلى زعالهم أعمل إيه؟ أول حاجة أكلم زوج حضرتك أقول لي زوج حضرتك أني مسألة الحياة الأسرية مش محل بر الوالدين يعني إيه؟ يعني دلوقتي بر الوالدين بيكون فيما يخصهما لا فيما يخصك يعني أنت لو عايز ترجع لزوجتك عايز ترجع لطلقتك وانت شايف إن ده في مصلحة ليك ولأولادك ارجع طب أنا لو رجعت ووالدي ووالدتي مش موافقين أنت مش كده عق لولدك ووالدتك ليه؟ لأن أنت بتبرهم فيما يخصهما لا فيما يخصك وهم لازم يفهموا ده إيه ده وبر الوالدين فيه فيه قضية تتعلق بالخصصية طبعا بس أنت من برهم أن أنت بتروح واخد الكلام اللي أنا أقولت لك ده وتقول لهم أنت ملكمش دعوة بحياتي ده مش طريقة لأن أنت حتى وإن كنت بتتكلم على حقيقة لازم تتكلم عنها بطريقة حسنة يبقى أنت لما بتخطبهم بتخطبهم بطريقة حسنة طريقة لطيفة طريقة تقول لهم ربنا آزم بأن أنا أخذ يكون لي رأيي في حياتي وأنا أكبرت بالقدر الكافي أنا تجوزت وبقى عن دعي الفناء فاسمحوا لي أن أنا أعيش حياتي أنت عارف طبعا أن ده حقك بس أنت بتعمل إيه؟ بتتكلم معهم عشان تطيب خطرهم ففي فرق ما بين عرض الحقيقة والحقيقة فأنت بتعرضهم الحقيقة بما يجعلهم يفهموا المسألة وما يتعاملوش معك طب أنت عتتتعامل إزاي دي ستة قوية وستة ووحشة وستة وعملت كذا تقولهم ما تغيرت ما تغيرت بعد الطلاق تغيرت وبقت حاجة تانية يعني أنتوا عارفين الطلاق بيهد هو صحيح الطلاق بيهد فعلا تقول لها كده تقول لها والدتك وخاصة الأم هي اللي بتبقى أكثر حرصا وساعات لو أن الزوجة ما حطتش الوالد في المكان توبرضو هو كمان بيبقى فتقول لها هي أنتوا عارفين الطلاق بيهد فهي خلاص فهمة غلطة فهمت غلطة وهي تغيرت جدا 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 وانتوا هتشوفوا بنا عدمة تانية خالص ودي على فكرة وظفتك أن أنت تصلح ما بين الناس وخاصة ما بين أهلك وما بين أن إن شاء الله هتكون زوجتك أنا عارف أن الزوجة هي اللي بتسأل بس أنا وجهت الكلام لمين للزوج لأن ما ينفعش بشكل أو بآخر أن الزوجة هي اللي تعمل إيه أن هي اللي تعمل الدور ده لا ده لازم مين لازم مين اللي يقوم بالدور ده لازم الزوجة هو اللي يقوم بالدور ده مش الزوجة لأن الزوجة لو قامت بالدور ده هي مش تتعلم تتقوم به مين اللي عارف مفاتيح أهله أبوه أمه أنت اللي عندك مفاتيح ده وإذا كنت لازم تهتم بهذا الأمر ولازم تقوم بالدورك ولازم تفتح باب من أبواب المصالحة وأبواب جمع القلوب عشان تقدر ترجع هو لازم يثبت أنه حريص على أن الأسرة ترجع تاني وتتبني على المحبة والوقام بأنه هو يروح يقنع أهله بطريقة حسنة أنا وضحت المسألة لحضرتك بس ما ينفعش بأي شكل من الأشكال أن نحن نعمل الكلام ده بأزية لأحد لكننا نعمل الكلام ده بشكل حسن وشكل طيب وما يهمكيش أن أنت تقولي لأ أنا لازم أظهر مش مظهر منكسر وميعودش وقول لهم كلام مش حي أنا أرجع زي ما يقول لا بلاشك الطريقة دي الطريقة دي ما ترضيش الله سبحانه وتعالي ولكن هو لو أصلح بينك وبينهم اقبلي هذا الصلح لأن ده أحسن لقلبي زوجك وأحسن لحياتكم الأسرية كل ما كانت المسائل بتبني على التوافق والرحمة واللطف والرأفة كل ما كان أحسن كل ما كان ده أمتن للبيوت ربنا يجعلكم دايما في صحة ويجعلكم كمان في نور وبركة ويجعل كمان إصلاح ذات البين هو شعاركم ويجعل ده كمان باب من أبواب التوافق والسعادة والنور والبركة يا رب العالمين